يبل ما يبدأ الفيديو يا جماعة وعلى السريع اسمحوا لي أسوي لكم بس إعلان صغيرون لهذه اللوحات الجميلة اللي وصلتني من متجر أون كوادرو أنتم شايفين الرسمة هذه؟ هذه هم اللي رسموها هم اللي لونوها هم اللي طبعوها هم اللي غلفوها هم اللي أرسلوها وهذه كمان نفس الشيء شايفين النظرة اللي فاوية اللطيفة؟ كمان هذه اللوحة اللطيفة للشيخ الجميل الأسطورة إيرين سعارهم يا جماعة جدا جميلة وراح تصير أجمل لو استخدمت كود الخصم تبعي WGEH ودخل عن متجرهم راح تلككم رابطهم في الوصف وبرضه في أول تعليق وأوعدكم منتجاتهم جودتها جدا ممتازة يهلا والله بالجميع معكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة إن شاء الله تكونوا دايما بخير وصحة وعافية أهلا وسهلا بكم في سلسلة القصة السلسلة اللي نتكلم فيها عن قصص الممثلين والممثلات وعن أهم أعمالهم صراحة يعني سلسلة مركزة على قصص حياتهم أكثر من أفلامهم وفي فيديو اليوم وبناء على تصويتكم الأخير في منتدى اليوتيوب راح نتكلم عن الممثل والنجم الكبير والصاعد وين صاعد صاعد وخلص وقدم تربع فوق مع العيال روبرت داوني جونيور الممثل اللي بدأ حياته المهنية بأسوأ طريقة ما بين المخدرات والكحوليات وقطع الإشارات والسجون والمحاكم واليوم هو متربع في عرش أنجح الممثلين وأعلاهم أجرا في هوليوود فعل السريع عزيزي الوجيه علشان أنو أنت نحب بعض أكثر شارك في القناة دم أنت مشترك فعل جرس التنبيات عشان توصلك فيديوهاتي أول بأول والأهم من هذا كله اضغط لايك إذا عجبك الفيديو اضغط لايك إذا ما عجبك حدس لايك أهم شي اضغط لا تترك الموضوع كذا وتروح في ناس ما عندهم فكرة كيف يوصلوا للفيديوهات هذه لما تضغط لايك أنت توصلهم للفيديوهات هذه روبرت داوني جونيور وهو ممثل ومنتج بدأ حياته المهنية من يوم كان عمره خمس سنوات فقط كان قد كذا وبدأ التمثيل وله تجربة فاشلة في الكتاب ولكن على قل إيش حاول من موليد سنة 1965 وبالتحديد شهر الكذب إبريل لأنهم يكذبوا فيه عرفته أي أن عمره إلى تاريخ هذا الفيديو 56 سنة تربى وترعرع وكبر روبرت داوني جونيور في بيت مليان مشاكل ومليان مخدرات وحشيش وكحوليات ومشاكل عائلية رايحة وراجعة طفولة قاسية جدا وصفها روبرت بأنها ليست طفولة على الإطلاق كده في مرحلة ما لما سألوه كيف كانت طفولتك قال أي طفولة أنا ما عندي شيء اسم الطفولة ذي مرحلة ما أفتكرها من كثر ما كانت بائسة جدا ومعفنة أبوه روبرت داوني سينيور وهو مخرج وممثل برضه ومدمن مرة مدمن كبير وهو السبب في كل المشاكل اللي حصلت لروبرت داوني تعرفوا بعد شوية ليش وأمه ألسي برضو كانت ممثلة وشاركت في بعض الأعمال اللي أخرجها والد روبرت داوني روبرت داوني يا جماعة واحد من أكثر الممثلين شهرة في العصر الحالي حصل على ألقاب كثيرة وتصدر صحف ومجلات بشكل هستيري ومجنون بل إنه ترشح لأكثر من ثمانين جائزة وفاز بخمسة وعشرين جائزة منها ولكن للأسف ما عنده أي جائزة أوسكار بالرغم يعني من إنه فعلا ممثل كبير وآداؤه جدا جميل ترشح للأوسكار مرتين مرة عن دوره في فيلم السيرة الذاتية تشابلن واللي صدر سنة 1992 ومرة ثانية عن فيلم الكوميديا ثروبيك ثاندر سنة 2009 خلونا اليوم ما نتكلم كثير ونخش في تفاصيل كثيرة خلونا نطرح حياة روبرت داوني كذا إيش بخط زمني بداية من 1970 ولما كان عمر روبرت داوني خمس سنوات فقط لما كان عمر روبرت داوني يا جماعة خمس سنوات فقط قدر إنه يمثل في فيلم اسمه باوند وكان من إخراج والده لأنه قلت لكم أبوه برضو مخرج أفلام فيلم بسيط جدا ولكنه كان مدخل وفرصة جدا ممتازة لروبرت داوني أو على الأقل فرصة ممتازة لأي طفل صغير إنك تظهر في فيلم من يوم كان عمره خمس سنوات بعدها بسنتين سنة 1972 روبرت داوني وعمره سبع سنوات يحصل على ثاني دور له في فيلم اسمه غريسرز بالاس وبرضو كان دور بسيط جدا وتافه ولكن بالنسبة للطفل الموضوع مرة واو بعدها بسنة وسنة 1973 ولما كان عمر روبرت داوني ثمان سنوات تخيلوا ش اللي صار أبوه كان يحشش في البيت روبرت داوني جالس قدام أبوه أبوه طالع فيه وقال له تبع حشيش روبرت داوني قال له يا بابا حشيش خطير كيف تخلينا حشيش قال له يا ابني حشيش عيش حياتك أخذ السقارة روبرت داوني وعمره ثمان سنوات فقط وحشش تصورين صورين يا جماعة اللي صار الأب كان يتوقع أنها مجرد نكتة واستضراف ولكن للأسف ما كانت مجرد نكتة واستضراف أبدا الموضوع تطور بعد هذيك السقارة بشكل مرعب ما حد يقدر يتصوره وبنرجع لهذا الموضوع بعد شوي طبعا اللي لازم تعرفونه واللي ذكرته في بداية الفيديو راح أكرر لكم من جديد إنه روبرت داوني أبوه كان محشيش وسكير وراعي مخدرات وكحوليات الرجال خربان أبوه كان خربان مرة سنة 1976 ولما كان عمر روبرت داوني 11 سنة إيش اللي صار عزيزي الوجيه أمه وأبوه تطلقوا بعد ثلاث سنوات من سيقارة الحشيش اللي تعطاها روبرت وهو طفل ما علي يا وجيه ما هو أول ولا آخر واحد أم وأبوها انفصل وكمل بالله سنة 1980 روبرت داوني يترك المدرسة ويقرر أنه يتوجه إلى مدينة نيويورك علشان يطور نفسه في مجال التمثيل ويبدأ يصير ممثل محترف ويأخذ أدوار عليها القيمة ولكن لما وصل لنيويورك اكتشف أنه الحياة مش بالبساطة دي الحياة مرة سيئة الحياة شوية يعني قاسية بدل ما يتوجه لنيويورك ويبدأ يمثل مباشرة لقي نفسه يشتغل في مطعم وتارة أخرى يشتغل في محل عطور وتارة أخرى يشتغل في محل أحذية ياب لازم تتبهذل شوية عزيزي الوجيه لن تحقق حلمك ولكن في نهاية المطاف وبعد هذه البهذلة قدر روبرت داوني أنه يلقاله دور بسيط في فيلم اسمه يلا ما علي الحمد لله الولد كانت حياته سيئة وأبوهم ومطلقين ومخدرات وحشيش ومشاكل يلا الحمد لله الحين بدأ يبني نفسه بنفسه سنة 1991 روبرت داوني يا جماعة يحصل على دور مهم جدا في فيلم تشابلين واللي يحكي قصة حياة الممثل الكبير تشارلي تشابلين واللي هو الدور اللي ترشح عنه للأوسكار بس ما فاز فيها لأنه مين كان خصمه هذه السنة في الأوسكار كان ألبتشينو عن فيلم سينوف وومن بعد 1991 بفترة كذا أو بالتحديد سنة 1996 روبرت داوني يقطع إشارة بسرعة عالية وهو تحت تأثير الحشيش والكحول ويدخل السجن السجن سنة 1997 روبرت داوني يدخل السجن لمدة 180 يوم بسبب تعاطي المخدرات برضو سنة 1998 روبرت داوني يدخل السجن للمرة الثالثة بسبب تعاطي المخدرات برضو لا ودخل السجن أو داخل السجن الضارب مع واحد من السجناء وانكسر أنفه إيش سويت يا أبو روبرت داوني في ابنك إيش سويت في سقارة حشيش شوفوا أثرها كيف يا أخوان شوفوا كيف أثرها معفن أبو يا الله يرحموا كان يقول كل المشاكل مبدأها من النظري في مشكلة تبدأ بنظرة ومعظم النار من مصغر الشرري شرارة بسيطة سوي لك حريق في غابة كاملة في قصر في مبنى في مدينة تابوا لأنفسكم يا جماعة تحسبونا خلصنا تعالوا بس سنة 2000 روبرت داوني يدخل السجن بسبب تعاطي المخدرات برضو وانتهاك ملكيات الجيران ويخرج بكفالة قدرها خمسة آلاف دولار آه يا ساتر سنة 2001 روبرت داوني تم طرده من مسلسل آلي مكبيل بسبب إدمانه والمشاكل اللي قاعد يتسبب فيها لهذا المسلسل وما انتهى كابوسها الإدمان والمخدرات اللي قاعدهم فيها أبوه إذا ما كان يدخل السجن كان يجيب العيد فمرة من المرات يا جماعة خرج من مكان ما وهو سكران ياب توني ستارك عيرون مان خرج من مكان هو سكران ومسطول محشش حالته حالة راح فتح باب الشقة دخل فص خدومه دور أقرب غرفة أقرب سرير ونام عليه صحي لقي الشرطة قدامه إيش فيه يا جماعة صباح الخير قالوا له صباح الفل يا كابتن أول شيء أنت منت في بيتك أقتحمت بيت الجيران وكمان نايم على سرير مش سريرك أكيد مش سريرك لأنه أنت منت في بيتك نايم على سرير طفلهم يا سكران يا مدمن قم طلع برة ربعا أخذوا توقيف وكذا قال يا أبوه يا الآدم يتبهذل الآدم يتبهذل يا جماعة بهذل ما الله بها عليم فوضى عارمة في حياة روبرد خلفتها سيقارة الحشيش أظلم الأب يعني أكثر من اللازم يعني خلاص مرة ما سخرناه الأب للأمانة طلع قال أكثر شيء ندمت عليه في حياتي إنه خليت ابني يدخن هذهك السيقارة على كل حال يا جماعة من عام 1992 إلى العام 2004 كان روبرد داوني متزوج من المغنية والممثلة ديبورا فالكونر وكانت معاه في كل لحظة من لحظات الفوضى اللي دخلها في حياته ومشاكل الإدمان والتوقيف والسجون والديون والمشاكل كل هذهك كانت معاه ما كان وحيد ولكن المشاكل اللي بينه وبينها كانت كثيرة زواجهم كان شبه فاشل بس متمسكين في بعض كذا عارف على وين الشط مرسينا وعلى أي بر مودينا وفي 2003 وأخيرا روبرد داوني يتعافى ويتعالج من مشكلة الإدمان تماما وهالشي تم بمساعدة زوجته ديبورا وبواسطة ممارسة اليوغا والتأمل بشكل مستمر وكمان بواسطة رياضة الكونغ فو كيف؟ أنا ما أعرف بس كده مكتوب أنه في طريقة يعني أنه رياضة الكونغ فو وكمان بسبب الخضوع لبرنامج الاثنعشر خطوة العلاجي واللي هو برنامج يساعد المدمنين على ترك إدمانهم بواسطة اثنعشر خطوة وبالفعل يا جماعة روبرد داوني تعافى من الإدمان تماما دون رجعة ولكن في سنة 2003 وهي السنة اللي أقلع فيها عن كل شيء وخلاص وبدأ حياة جديدة وورقة بيضاء واجهت روبرد داوني مشاكل كثيرة في الحصول على بعض الأدوار المخرج وودي آلين يا جماعة طردوا من واحد من الأفلام قالوا عندك تأمين قالوا لا قالوا سوي تأمين قالوا ما عندي فلوس قالوا طلع برة طردوا الولد كان يصرف فلوسه على مخدرات وعلى مخالفات وكفالات ومستشفيات وضعه سيء ومحامين وضعه كان مرة سيء ولكن في نفس السنة ولحسن حظ روبرد داوني قدم على دور في فيلم اسمه The Singing Detective وبرضه تورط مع شركة الإنتاج والمخرج في توفير تأمين طبي مناسب له علشان يقدر يمثل ولكن ولحسن حظه الممثل ميل كيبسون كان معاه في هذاك الفيلم وبطريقة ما كذا قرر ميل كيبسون انه يقول يا جماعة انا راح اتكفل باني اوفر تأمين طبي لروبرد داوني وانا اراهن لكم انه هذه المرة راح يترك المخدرات وبالفعل ما راح يرجع لها ما نقدر نلوم شركات الإنتاج ولا نقدر نلوم المخرجين لما كانوا يطردوا من أدوار هو فعلا كان مفروض يحصل عليها بسبب انه ما عنده تأمين طبي وانهم خايفين انه يسويها فيهم ترى يا جماعة الادم يمو اول مرة يترك الإدمان ترى ترك الإدمان مرة ومرتين وثلاث واربع يترك ويرجع يترك ويرجع فالناس ما هم واثقين يمكن انه ترك الإدمان وبيرجع لو احنا ايش يضمن لنا فالكل كان خايف انه يسويها فيهم ويرجع مرة ثالثة او مرة عاشرة او مرة مدري كم ويعطل لهم أفلام ومسبب لهم مشاكل في الانتاج الا ميل كيبسون امن بطريقة ما في روبرت داوني وقال له انا راح اشيل عنك التأمين وانا اتمنى انه هذي تكون بداية جديدة لك وبالفعل كانت هذيك بداية جديدة لروبرت داوني جونيو بعد سنة وبالتحديد في الفين واربعة روبرت داوني يطلق زوجته اللي كان بينه وبينها مشاكل اصلا من زمين بالرغم انها كانت واقفة معاه وقت مخدراته بس خلاص خلاص عارف مع السلامة ويمكن يعني ما تدرون لانه سبحان الله بعد ما تركها اتعافى من المخدرات وصارت حياته افضل ما اقول شي انا ولا اتهم بس انا اقول لكم يعني احيانا في بعض التغييرات البسيطة في حياة الانسان تترك اثر كبير فضلا عن انه زواجهم كان زواج ترى اهبل تخيلوا تعرف عليها بعد 40 يوم اتزوجها وين احنا ما تصير الصدمة يا جماعة مش هنا الصدمة انه قبل ما يطلق زوجته الاولى هذه كان اريدي خاطب زوجته الحالية سوزن داوني كيف ما اعرف هي تجي عندهم في النظام كذا لا بس واضح انه الموضوع كان مرتب بص يا بيت انا نوهي طلق ممكن تصير زوجتي لبسها الخاتم وخلص الامور فهمته وبالفعل بعد ما انها اوراق طلاق ومن زوجته الاولى تزوج من المنتجة سوزن وخلف منها طفلين وكان عنده طفل اريدي من زوجته الاولى بمعنى انه عنده ثلاثة اطفال وما زال روبرت داوني الى يومنا هذا يا جماعة متزوج من نفس المرأة واموره زي العسل المضحك والغريب في الموضوع يا جماعة انه روبرت داوني كان يدخل السجن ويخرج من السجن يخرج من مشكلة ادمان ويدخل في مشكلة ادمان جديدة من بداية التسعينات تقريبا الى الفين وثلاثة الغريب انه خلال كل هذه الفوضى كانت تجي افلام وكان يمثل ويترشح لجوائز ويجيب اوسكار وهو مدمن مخدرات مدمن حشيش مدمن كحوليات وبعض المخرجين كانوا يطلبون منه تحليل دم شوف سوي لنا تحليل مخدرات وحشيش وكحوليات قبل ما تجي تمثل اوكي اوكي وما سقوا هذا الشي ولا اعطوه هذه الادوار لانهم بس يعني لا مشي حالك ما في ممثلين لا في خيارات كثيرة بس الولد المدمن هذا ممثل كويس مستعدين يتغاضون عن مشاكله مع الادمان بسبب تمثيله القوي جدا حتى خلال فترة ادمان وكانت رواتبه ضعيفة عارفين اللي طفران ومدمن يبغى اي فلوس علشان كذا كانت رواتبه ابو كلب ابتداء من عشرة الاف دولار الى خمسمائة الف دولار وترى الارقام هذه يا جماعة رقم تافه في عالم السينما لا حاج يقول لي هذه ارقام كبيرة ارقام كبيرة عندي انا وانت عند الممثلين ترى رقم تافه كلام فاضي والارقام هذه رح تصير كلام فاضي اكثر اذا طاحت في يد مدمن زي روبرت داوني لما كان صغير فكان يصرفها كده كده مخدرات حشيش كحول فساد على كل حال يا جماعة الرجال قام بالسلامة وتعافى من مشاكله مع الادمان ورجع الى عالم التمثيل زي الاسد ومثل في مجموعة اعمال الى سنة 2006 وكلها كانت ما بين الجيدة وما بين الممتازة يعني اموره مشية ولكن في 2007 وصل لروبرت داوني واحد من اهم ادواره واللي اسست موجته الجديدة في عالم السينما في فيلم الجريمة والغموض للمخرج العبقري جدا ديفيد فينشر فيلم زودياك فيلم قوي ما يحتاج ولا عليها الكلام وقدم فيه روبرت داوني دور مرة ممتاز وكانت اموره ممتازة بعده في سنة 2008 كانت السنة اللي انفجر فيها نجم روبرت داوني اكثر واكثر 2008 يا جماعة هي السنة اللي خلت روبرت داوني يتصدر كل الصحف والمجلات والقنوات كيف شلون لماذا لان توم كروز السبيكة رفض يمثل شخصية ايرون مان يقول توم كروز والله يقدموا علي دور شخصية ايرون مان وما عجبني السيناريو تدري وشو تو باد يا توم كروز راحت عليك فرصة العمر ومباشرة ديزني شاتت توم كروز من هنا اوك كيفك مو عجبك السيناريو عنه لا عجبك مع السلام اروح يلا تعال يا روبرت داوني وبالفعل ترشح روبرت داوني لبطولة دور شخصية ايرون مان او توني ستارك في هذهك السنة وما يحتاج احكي لكم قد ايش روبرت داوني قدم شخصية توني ستارك بكل ابداع وبكل عظمة ولايقة عليه الشخصية بالتفصيل واحدة من اروح واجمل وافضل الشخصيات في عالم السوبر هيرو اللي قدمها روبرت داوني طبعا ديزني على اول دور له كايرون مان قالوا له اسمع 500 الف تبغى ولا ما تبغى وروبرت داوني يا جماعة مو غبي اوكي الولد كان مدمن بس خلاص الاحين وضعه اتطور وصار عنده مدير اعمال وصار يعرف يفاوض وصار يعرف ياخذ ويعطي بس انه كمان عارف انه الرقم هذا رح يتضاعف اذا صار فيه جزء ثاني وجزء ثالث وظهور اخر لشخصية ايرون مان في افلام ديزني او افلام مارفل وقسوة حبيبي الوجيه صار فيه جزء ثاني وجزء ثالث وظهور اكثر من مرة لشخصية ايرون مان في عالم مارفل السينمائي الجزء الاول قلت لكم انه اخذ عنه 500 الف دولار صح؟ الجزء الثاني من ايرون مان واللي نزل سنة 2010 اخذ منه كم عشرة مليون دولار كانت 500 الف الجزء الاول الجزء الثاني عشرة مليون سنة 2012 في الجزء الاول من سلسلة ديفينجرز اخذ خمسين مليون دولار ولسه اصبر علي عزيز الوجيه الجزء الثالث الايرون مان ينزل سنة 2013 وياخذ عنه كمان خمسين مليون دولار ولسه ما خلصنا كل فيلم شارك في بطولته بعد سنة 2013 بشخصية ايرون مان كان يحصل عن ما لا يقل عن خمسين مليون دولار ووصلت الى خمسة وسبعين مليون دولار للفيلم الواحد غير انه بعض الافلام كان ياخذ فيها نسبة من الارباح وغير مشاركاته البسيطة في فيلم سبايدر مان سنة 2017 واللي اخذ عنها عشرة مليون دولار كمان ببساطة كذا يا جماعة دور ايرون مان لروبرت داوني كان اعظم شيء حصله في حياته نقطة تحول في حياته الشخصية والمهنية لن ينساها طول حياته فشكرا ديزني وانا المفروض نقول شكرا توم كروز توم كروز شكرا توم كروز انه ما عجبك السيناريو شكرا وما هي بس على شخصية توني ستارك يا جماعة روبرت داوني شارك في بطولة الجزئين الاولى من سلسلة افلام شيرلوك هولمز وقدم فيها دور جدا 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 قوي وممتع ارجوك فيلام مارفل خلينا نقول انها مزاجيات في ناس تحب السوبر هيرو وفي ناس لا بس شيرلوك هولمز فيلمين يا الله يا الله فيلمين من اروع على فيلام ارجوك لا تفوتها ارجوك وروبرت داوني اخذ عن الجزء الاول 10 مليون والجزء الثاني 15 مليون المهم معنا في الفلوس الولد معاه فلوس معاه فلوس الله اكبر على بليشنا معاه فلوس زبدة الكلام انه الولد نجح نجاح مرة مرة يعني نجاح خلاص ايش هذا مرة صار حتى وصل الى مرتبة الاعلى اجرم في هوليوود بعد ما كان مدمن ويتسلف وما عنده تأمين طبي سبحان الله لا تستسلم لا تستسلم عزيزي الوجه انت تستطيع على كل حال جماعة سلسلة افلام مارفل وافلام شيرلوك هولمز هذه نشي في حلقي وانا اقول للناس تابعوها فهذا عندكم فرصة تابعوها لان افلام جدا جدا رائعة بالاضافة الى فيلم دو ديت للمخرج تود فيليبس فيلم مرة كوميدي عبارة عن كمية حشيش وهي افلام تود فيليبس كده متركزة على الحشيش وعلى الهانغوفر فكانت مشاركة مرة حلوة من روبرت داوني في هذاك الفيلم اللي نزل سنة 2010 تابعوه مرة لطيف وكمان برضو تابعوا فيلم ذا جادش اللي صدر سنة 2014 وقدم فيه دور محامي يدافع عن ابوه القاضي قصة طويلة ومعقدة لا يفوتكم الفيلم درامي رائق للناس الرائق واخيرا يا جماعة قبل ما نختم الفيديو ثروة روبرت داوني الان وفي هذا اليوم والى تاريخ هذا الفيديو عبارة عن 300 مليون دولار امريكي غير العقارات وغير مجموعة السيارات الرياضية الكبيرة اللي يمتلكها منها كم اودي وعلى كم فراري وعلى كم سيارة رياضية ثانية غير الكوليكشن الخاص بالسيارات الكلاسيكية اللي عنده الى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو لو فيه درس واحد ممكن نستفيده من قصة روبرت داوني هذي هو انه قد استسلم مهما صفعتك الحياة يمنة ويسرة مهما افلست مهما جبت العيد مهما دخلت سجون مهما سويت من طامة كبرى دائما فيه طريق للعودة وطريق للصعود من جديد والماضي والمجتمع مهما قسوا عليك يوما ما اذا شافوك تغيرت راح يسامحوك وراح يعطوك فرصة الى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو يا جماعة شاركوني افلامكم المفضل لروبرت داوني في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس تنبيع عشان تصوصلكم فيديوهاتي اول باول اضغطوا لايك اضغطوا لايك يا جماعة الله اعطيكم العافية اذا ما عليكم وما عجبكم الفيديو حطوا ديسلايك اتس اوكي سووا شي من هذي الاثنين كده ولا كده الله اعطيكم العافية كان معاكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم